هي وسيلة ضغط تمارسها واشنطن في استراتيجية ردع نشاط الحوثيين وذلك على خط موازن لحملة القصف الجوي التي تشنها ضدهم هذه الوسيلة تقضي بمواصلة فرض العقوبات عليهم واستهداف قادتهم بهدف شل قدراتهم المنطقة الأكثر خطورة الآن ووثقا لخبرة الاستخباراتية هي اليمن ولذلك علينا استخدام الوسائل كافة العسكرية وغيرها للقضاء على قدرات الحوثيين والنقطة الأكثر أهمية التي بدأت الإدارة الأمريكية إثارتها تشير إلى أن الضربات العسكرية وحدها لن تكون كافية لإضعاف الحوثيين واستهداف قادتهم بعقوبات اقتصادية ومالية من شأنه أن يساهم في إضعاف قدراتهم تهديدهم لأي جندي أمريكي ولأمن الملاحة سيواجه بتضييق إمكاناتهم على إطلاق الصواريخ وإضعافهم داخليا كل ما يمكن تأكيده هو أن واشنطن ومعها تحالفها الدولي ستستمر في محاسبة حوثيين على هجماتهم التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وفرض العقوبات عليهم يأتي ضمن هذا المسعى وفق مراقبين لا يبدو أن التصدي الأمريكي للحوثيين سينتهي قريبا فإدارة الرئيس جو بايدن مصرة على مواصلة حملة القصف وسياسة العقوبات إلى حين تحقيق الهدف وهو منع الهجمات في البحر الأحمر جو تابت سكاي نيوز عربية واشنطن